وزارة الداخلية العراقية بعد مهاجمة القوات طبعاً المشاهدين الكرام تجار المخدرات كنا نسمع بهذه التجارة وشفناها شوقت بس بالأفلام العربية موضوع جداً مرعب وكننا نقول دائماً هاي شغلات أكيد ما راح تكون موجودة بس وين؟ بس بالأفلام وما ممكن توصل إلى مجتمعنا لأنه مجتمعنا محافظ المجتمع العراقي هسا ظلينا نسمع ونشوف المخدرات وتجارها لا ومتعاطيها وين؟ بالشوارع معقولة؟ الحكومة بدورها ألقت القبض على العديد منهم وأتلفت كميات جداً كبيرة من المخدرات لكن كل ما تزداد هذه الآفة بصراحة قواتنا راح يكونون بالمرصاد وإضافة إلى ذلك اليوم الإنسان بداخله إرادة وعزيمة حتى يتغلب على هذه الآفة والمروجين إلى هذه الآفة ويا أنا خبر صرحت به وزارة الداخلية بعد مهاجمة القوات الأمنية بعد مهاجمتهم القوات الأمنية برمانات يدوية قوة من قيادة شرطة المثنى تلقي القبض على مطلوب للقضاء صادر بحق حكم مؤبد وآخر بسجن 15 سنة وعشرات أوامر القبض تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري بتنفيذ أحكام القاء القبض الصادرة من المحاكم القضائية المختصة بحق المطلوبين والمجرميين وعدم التهاون في ذلك مطلقاً تمكنت مفارز من قيادة شرطة المثنى من القاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء يعني نشوف أيضاً تكبلة هذا الخبر صورة الأخرى خلينا نشوفها وأيضاً وأنضحت قيادة شرطة المثنى أن المطلوب صادر بحق حكم قضائي بسجن المؤبد وحكم آخر بسجن 15 سنة كونه أحد تجار المخدرات صادر بحق أكثر من 50 أمر قبض وفق أحكام المادة 28 مخدرات مثل ما شفتوا هذه الأحكام كلها صادرة بحق تاجر للمخدرات عجيب صراحة اليوم إحنا تجار المخدرات يكونون موجودين لا وعراقيين يعني إحنا متعارف عليها العراقي متهز هذه الأمور والتفاصيل اللي هي باتت أن تكون موجودة بدول عربية للأسف موجودة اليوم إحنا مثل ما تشوفون آفة المخدرات وإدمان المخدرات صراحة إحنا كنا غير مجهزين لهذا الموضوع لأن هذا الموضوع ما كان أيضا موجود وبالتالي بعد هذه المواجهة وإن شاء الله هذه الحملات التي تشن من قبل قواتنا الأمنية سوف نقضي على المخدرات وعزيمة الشباب دائما هي أيضا تنتصر على هذه الآفة ترجمة نانسي قنقر